اشتركوا في القناة وقعت خلال العشرية الماضية وأضاف أولبتي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثة أن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته وأوضح أولبتي أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوة العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما وفق تعبيره من جانبه وصف المحامي محمد دانولي شده وعضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق من يخوض المحاكمة ضد الرئيس السابق بالمغرضين مشددا على أن قوة الحق كانت إلى جانب فريق الدفاع مضيفا أن القابضين على السلطة القضائية لم يكنوا ليطلقوا سراحة أولي عبد العزيز إلا بعدما اكتشفوا أن القانون يحميه وأنه يتمتع بالحصانة خلال مأموريته وأشار أولي شده إلى أن أولي عبد العزيز كان ضحية لمحاكمة صورية في الشارع لا ترتكز لا على قانون ولا على أخلاق مشيرا إلى أن فريق الدفاع أودعى لدى وكيل الجمهورية عرضة مؤسسة تدعو السلطات القضائية إلى وقف المتابعات بحقه للعبد العزيز لأنها لا تستند على أي أساس قانوني أشرف وزير التهذيب والإصلاح محمد ماء العينين وليه على توزيع معدات وكمامات إلى مختلف الولايات تحضيرا لاستئناف الدراسة فاتح شهر سبتمبر المقبل جاء ذلك عشية التوقيع على بروتوكول مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التهذيب تضمن العديد من الإجراءات الوقائية من فاروس كورونا وينص البروتوكول على إلزامية ارتداء الكمامات لكافة الطواقم العاملة في المؤسسات التربوية وكذا التلاميذ فوق 11 عاما كما نص على الصرامة في تطبيق غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول وذلك بالنسبة لكافة التلاميذ ننتهي الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر